السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معنا فيديو جديد عن كيفية استرجاع متجر جوجل بلاي او متجر سوق جوجل بلاي الموضوع ساهل جدا هو بسيط جدا جدا اول حاجة ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام تاني حاجة ما تنساش لايك للفيديو وتالت حاجة ما تنساش كومنت في التاليات هنخش في صلب الموضوع على طول اه طبعا كل سنة انتم طيبين وسنة جديدة ان شاء الله سنة تكون سعيدة عليكم جميعا اول حاجة هتخش بالطريقة ديت على الضبط بتاع الهاتف بالشكل دوت بعد كده بتتجه للاسفل وبتضغط على التطبيقات بالشكل دوت جميل لحد كده ركز هما حوالي بتاع خمس خطوات الخمس خطوات دولة لازم تركز فيهم كويس جدا علشان تقدر ان انت تسلح النقطة او الخلل موجود في الهاتف بتاعك وترجع بازن الله المتجر بتاعك مرة تانية على الهاتف اول بتتجه الاسفل بالشكل دوت بص هنا خدمات جوجل بلايه لا ما ضغطتش عليها بتنتك برضو الاسفل لحد ما بتلاقي متجر جوجل بلايه بالشكل دوت بتضغط عليه بعد كده بتضغط على بالشكل دوت بتعمله توقف بالشكل دوت طيب في حالة لو انت ملاقيتش كلمة اكباري ولاقيت مسلا معمولة العلامة ديت ان انت بتضغط عليها مفيش حاجة بتتضغط لا عادي مش مشكلة تمام اضغط على مكان التغزين بالشكل دوت بعد كده هتضغط على مسح التغزين المؤقت بالشكل دوت وبعد كده بتضغط على مسح البيانات برضو بالشكل دوت بعد كده بتأكدله وبتمسح البيانات تمام لحد كده طيب جميل جدا بتضغط على الغاء التفعيل بالشكل دوت بتعمله موافق على الغاء التفعيل مرة تانية بتضغط على موافق على اصدار النسخة اللي هي القديمة ماشي لحد كده طيب جميل جدا بعد كده بتخش على التطبيقات بتاعتك بتبص عليها بتشوفه موجود ولا لأ طيب في الحالة ديت ان هو مش موجود عندي على الجهاز اصلا مش ظهر عندي على الجهاز نفسه اعمل ايه الامر برضو سهل وبسيط جدا هتخش مرة تانية على بالشكل دوت بعد كده بتتاجه الاسفل برضو على التطبيقات بالشكل دوت وبتاجه الاسفل بتضغط على المتجر اهوت بالشكل ده بتضغط على المتجر بتضغط على التفعيل شايف الكلمة دي التفعيل اضغط عليها بعد كده لو ضغط على القايمة مرة تانية ان انت تشوفه زهر ولا لأ هتلاقي زهر موجود اهو واخد بالك الاول ما كانش موجود دلوقتي زهر معنى كده يبقى الفيديو ناجح ان شاء الله هينجح مع كل واحد وبالتوفيق ان شاء الله لو نجح معاك سيب كومنت في تعليقات وما تنساش تصلي على حبيب المصطفى عليه افضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته